تساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك ارتباطا وثيقا بين الأمنين الغذائي والمائية وأن مصر تنظر لهذا الرابط باعتباره أمنا قوميا بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مصار التعاون بين الدول التي تتشارك في الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن كما شدد رئيس السيسي خلال كلمته بجلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية ضمن أعمال قمة القادة بين الولايات المتحدة وأفريقيا على ضرورة مراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات الدول لسيام الدين الخارجية وأضف رئيس السيسي أن التقارير الدولية تشير إلى أن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015 وأشر الرئيس السيسي إلى أن الإحصاءات الدولية تضع العالم أمام مسؤولياته حيث تشير إلى زيادة عدد من يعانون من ضعف الأمن الغذائي حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022 بزيادة 150 مليون عن عام 2019 لفتا إلى أن أفريقيا تعد مصدرا لما يزيد عن ثلث هذا الرقم شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن في ماندوبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بمناسبة مرر مئة عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وصرح متحدث الرئاسة بأن العشاء شهد حوارا مفتوحا مع ممثلي قطاع الأعمال الأمريكي الحاضرين الذين أبدوا اهتماما بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة هذا وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المتثمرين للتعرف على المشاكل والمعاوقات التي تواجههم والعمل أيضا على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كما أكد الرئيس السيسي اعتزم مصر مواصلة جهود الإصلاح والتطوير في ظل تنفيذ رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030 شددا على تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية الخاصة مع الولايات المتحدة والترحيب في هذا الصدد بتزايد نشاط الشركات الأمريكية العاملة في مصر وأضف متحدث الرئاسة بأن الحضور أشادوا بالتقدم المحرز في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر لسيما من خلال التدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور لانسي جراهام وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة والممتدة عبر عقود بين البلدين الصديقين مشيرا في هذا الإطار إلى حرص مصر على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وصرح متحدث الرئاسة بأن السيناتور جراهام رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين وأضف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات فضلا عن التباحث حول القضايا والأزمات الإقليمية كما تطرق اللقاء إلى الجهود الجارية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا في واشنطن على هامش فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لمنيفي والذي أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهدت تباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية حيث شهدد الرئيس السيسي على موقف مصر السابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة لمنيفي ولإنجاح هذه الجهود ومساعدة الأشقاء الليبيين على تهدئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلمانية وذلك ارتباطا من عكاساتهم الإيجابية على الجهود السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدوري المصري الحيوي بقيادة الرئيس السيسي في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تخصيص 2.5 مليار دولار إضافية كمساعدات طارئة ومساعدات للأمن الغذائي متوسطة وطويلة الأجل لأنظمة الغذاء الإفريقية وأسواق الإمدادات المرينة وأكد الرئيس الأمريكي خلال قمة القادة بين الولايات المتحدة وأفريقيا على التزام بلاده بالعمل مع الاتحاد الإفريقي والشركاء الأفارقة لتسريع التقدم نحو تحقيق الأمن الغذائي وبناء أنظمة غذائية أقوى وسلاسل توريد أكثر تنوعا وتوسيع إمكانية وصول الدول الإفريقية إلى الأسواق الزراعية كما أطلق بايدن شراكة استراتيجية جديدة بشأن الأمن الغذائي بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي مؤكدا في الوقت ذاته تأييده دخول الاتحاد الإفريقي ضمن مجموعة العشرين أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس ضرورة أن يتم تمثيل القارة الإفريقية في مقاعد دائمة العضوية في المؤسسات والمنظمات الدولية وفي كلمتها أمام القادة المشاركين في أعمال اليوم الثالث والأخير من القمة الأمريكية الإفريقية في واشنطن أشارت هاريس إلى ضرورة أن تسعى الدول الإفريقية أيضا إلى الحصول على الإجماع لتوسيع عضويتها في مجلس الأمن الدولية وإيجاد مقاعد دائمة لعدد من دولها في المجلس وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي أنها ستقوم بزيارة إلى القارة الإفريقية العام المقبل مضيفة أنها ستتطلع من خلالها إلى تعزيز العلاقات وتقويتها مع دول القارة أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي السابعة والعشرين خلال قمة بروكسل فرض حد أدنى قدره 15% للضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات في قرار صدر بالإجماع بعدما تراجعت المجر وبولندا عن اعتراضهما وبعدما وفق الاتحاد الأوروبي على خطتي التعافي الخاصة بالمجر وبولندا تراجع البلدان عن اعتراضهما على هذه الضريبة كما تراجع عن اعتراضهما أيضا على ملفات عديدة أخرى من بينها خصوصا الإفراج عن مساعدة مالية لأوكرانيا للعام 2023 تبلغ قيمتها 18 مليار يورو هذا ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء الجديد حيث التنفيذ في 21 ديسمبر 2023 أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنيسكي أن القوات الروسية استهدفت خيرسون بأكثر من 16 غارة في قصف أصفر عن سقوط قتلين وأدى لانقطاع الطيار الكهربي عن المدينة وقال زلنيسكي في كلمته اليومية أن منطقة دونباس وخاركيف تعرضت بدورهما لهجمات روسية وكان الجيش الأوكراني قد استعاد السيطرة على خيرسون من القوات الروسية الشهر الماضي نهاية مجزء التاسع ونعود لإستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل